الفيديو ده هنتكلم عن موضوع بسيط قوي اسمه visual acuity. طبعاً قبل نبقي أدخل فيه المسؤول عن ضقت الاقصار هو الكونز. لو ديفتك له زمان انا قلت ان جاهز لسل عشان يبعث الحاجة اللي بيشوفها. الفكرة ماشية ازاي? عاجز اشوف كل نقطة بتفاصيلها. الحاجة واضحة ومحددة. يبقى اول جيل محددة هي الكونز. طبعاً ايه بقى العلانات والارقام دي? لو انت روحت لأي دكتور راما عشان تكشف على نظر. بيدخلك وهو. ويقعدك بنشوف نوحك. النوحة دي بتبقى عامة زي عرض السي مفتوح. يا يمن عنجم يا فوق يا نحن. وبتلاقي دايماً النوحة دي العلانات باللون الاسود والخلفية باللون الابيض. وتلاقي حاجة اللي بقى بقى بيقعدك على كرسي. وببقى فيه مرانة. المسافة بتاعة القوبة او مساحلها تلاتة متر. والملاية عملة كمان انعكاس تلاتة متر. كأنك قاعد على قعد ستة متر. الفكرة ازاي? يبتدي معاك من اعلى حالة. يقول لي خامن عين? وبص على ده. شايفتها مفتوحة فين؟ تقولوا مسلا مفتوحة على الجنب ده. طيب انت ايه عملتي? يعني ستة على ستين. تعالوا نفهم معنا. الرقم اللي متوف هو ده انا هقول عليه يعني المريض بيشوف العلانة على بعد ستة متر. اللي الطبيعي اللي هو الرقم اللي ده بيشوفه على بعد ستين متر. يبقى دايماً ننتخل الرقم اللي فوق هو واللي تحت طب ليه انا قدرت اشوف العلانة كده? تعالوا بانبس. ادي حرف السي اهو بتاع ستة على ستين. وادي الايبول بتاعتي اللي حصل كل ايدي. وعملها ده بلول منقط عشان دينا الدنيا سهل. البداية بتاعتك اللي ايه دي او دي? جات وعملت المنظر ده. اهي. هو ايه دكتور بقى المنظر ده? انا استقبلت بداية السي بالكون ده. ده استقبلت اللي هو النهائي. وده استقبل بداية السي. يعني انا عندي تو كونز سيباليتد باري. تعالوا نفهم معنا. ايه ده علشان تشوف الفرحة دي بالمنظر ده? لازم تعرف بدايتها وتعرف نهايتها. وما بيناه ما يكون تخيل لو ما فيش كوني كنت حتشوف السي مقفولة. وده اللي بيحصل لنا لما جينا نظرات. الدكتور سألني دي مفتوحة فين؟ والتروا انا مش شايفها مفتوحة. انا شايفها مقفولة. معنا جينا ان انت ما عندكش انت شفتها كأنها حاجة واحدة. يبقى لازم احدد. البداية. وحدد النهاية. فين بقى البوينت ما دي يا جماعة البداية? ده وان بوينت انت شفتها. وده لا يسمي البداية. وده ساكند بوينت لو نهاية السي. انت ما يستفع. عشان جدا لما شرحت الكونز في اول فيديو في الريدنا قلت يعني ايه? يعني كون الواحد يبعد النقطة اللي شفت الى جنج الانساني واحد. الى كورتيكس واحد. فشفت النقطة محددة. يبقى دي البداية. احنا يا دكتور ملعزين حاجة. وهنا خلي بقى هنا كبرها بس شوية كده. ملعزين ايه? هنا يا جماعة عندي اللينز. اللينز في نصها هنا ما كان القلب. في نودل بايت. فكريل لو شارعنا اللينز زلال. وقلنا ان اللينز في نصها في نقطة. اسمها نودل بايت. وفي الاخر انا عندي حاجة اسمها فوكل بايت. اللي بيتجمع على الريدنا. طب ايه اللي فكرت بالنودل بايت. واضح اني بداية السي وين هيك. مشوا مع بعض. وفي الاخر اشتركوا في الانجل دي. في زاوية معينة عند النودل بايت. لازم دعوة في الانجل دي. قال دي ايه? دكتور يعيزة هلهم. الساعة ستين دقيقة. والمنقلة بتاعتنا متقسمة مئة وتمانين ضربة. قالوا حاجة جميلة لهم. قالوا ان ضربة الواحدة بتاعت المنقلة تساوي ستين دقيقة. يبقى اذا الدقيقة واحد على ستين من الضربة. يعني من الاخر الانجل دي. وان اوبر سيكستين. ده القضح يا سبات اللي هم حسبوها. حسب الانجل دي قد ايه? ودي مهمة بايت. طب النقطة اللي تهميني بايت. ستة على ستة وثلاثين. معناها ايه? انت بتشوف على بعد ستة متر. اللي الطبيعي يشوفه على بعد ستة وثلاثين متر. واها كزا. احنا معك. في كزا السؤال في امتحان العمل. لان الفيديو ده اساسا مش نظر. هو عمل. دكتور شكري يسألك. يقولك طب ليه? قعدنا العياني على بعد ستة متر. ما نقعده على بعد اتنين متر او تلاتة متر. وبرضو النوحة موجودة في القوضة. ليه يعني? تقوله اصلي لو اقال من ستة متر. يبقى في الحالة دي. هنعمل. هنعمل. هيبقى نير فيجن. انا ما باختبرش. في العياني نير فيجن. انا باختبر فار فيجن. تعريف الفار فيجن ايه? هو الماكسمل اشوفه. ويزاود. دكتور شكري. يبقى يسألك سؤال تاني ببارد دكتور شكري. يقولك طب لو قعبنا راجل عجوز في القوضة دي. يشوف العلامات. ويشنبه صغير. هتفرق? هقوله لا. ما تفرقش. ليه? قول دي ايش او يانك? انا مش عايز من يعمل طب ايه ماخزة سؤال دكتور شكري. الناس الكبار في السن. الاستيسيتي اوف زالانس قلت. عنده مرض اسمه بايوبيا. فعنده مشكلة في الرؤية القريبة. قلناها عشان هنا انا ما داختبرش عنده نير فيجن. فممكن يبقى نورما زي اليوم. طيب عرفنا انه كونس. وعرفنا دو كونس. سبريد بايوانس. وعرفنا الانجل دي واحد على سبتين. وعرفنا ليه لازم تبقى القوضة او المسافة ستة متر بينك وبين النوحة. كل ده عرفناه. وعرفنا الارقام دي معناها ايه? اخر حاجة لازم تعرفها. فاكتوس. افاكتنج. فيجوال اكيودي. ايه العوامل اللي هدفرق? اول حاجة. الاضاءة. الالليوميشن. يا طرى اللوحة دي منورك وانس ولا لا? ممكن دي بقى انت انسان سليم جدا. بس انا مش شايف? العلانات يا دكتور مش متنورك واليس. الكونتراست ما بين الاسم. العلانات والخلفية بينهم. طب الفاكتور التاني ايه? اه طبعا تفرق. لو انت عنك بولوكومة ضغط العين عالي جدا. عندك ما بيتصرفش يبقى بارده طبعا تفرق معايق. وهناك النقطة الرابعة بقى. ريتلينايتس بيجمندوزا. والدعيب خلقي. انت ادخلقت. عندك مشكلة في البيجمند بتاعة الرجل. في جزء ان الفيلد عندك مش متشاف كويس. فسميها لتنايتس بيجمندوزا. ودي دي عميل ميمارة دي اسمه سكوتوما. يعني بقى سكوتوما. فاكرين لما قلنانكم في السكشن ان فيه كنا بيجيب دايرة وجنبها علامة كراس. واقولك ركز بعينك على الدايرة. وانا هقرب اقرب اقرب منك الورقة. وعينك مركدة على الدايرة. هيجي وقت او العلامة دي اللي جنبها. اللي كنت شايفها من البداية. ما شفتهاش. لانها دعم على مكان ما فيهوش. الكلام ده فيسيولوجيكال عندي وعندوق. ومارس قدومة دي. باسيولوجيكال. بلايند سبوت. ودي مهم قول. جزء ان الفيلد انا مش شايف. والراجل دا بيكون عنده دي جينيريشن اف كونز. حتى مش محتاج ان انا اقولها. مين اللي مسؤول عن الفيشوال اكيوتي? كونز. انا اطولات بمشكلة فيها. يبقى ايزا? في نهاية الفيديو دا. فيشوال اكيوتي. اعرف انها كونز. اعرف انه كونز. الانجل ده. واحدة على ستتين من الضرب. لازم اكون عارف. انفاكتور زي افاكتين. انفيشوال اكيوتي. سؤالين دكتور شوفري. ليه? تقعد على بعد ستة متر? والأولي ايج واليونج ايج بيكونوا نوص حتة صغيرة عملي افكرك. الراجل اللي اكتشف العلانات دي كان اسمه لاندولد شارت. لو جبت طفل صغير ما يقدرش يقول لي مفتوحة فيه. فنجب له حروف الفاباتكس. ايه بي سي اي اف. ويقول لي الانجل الارقام دي او الفاباتكس ايه هم? اوسعتني جبلهم صور بطة وزة فيه حسب سنهم. الراجل اللي اكتشف اللوحة دي سمعها لقسم سنالن شارت. موسيقى